أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبو القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون أيها الأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته من كلام مولانا أمير المؤمنين علي صلوات الله وسلامه عليه أنه قال أخوف ما أخاف عليكم خصلتان اتباع الهوى وطول الأمل فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق وأما طول الأمل فينسي الآخرة صدق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ذكرنا فيما سبق من هذه الأحاديث أن على الإنسان أن يفكر في خريطة لحياته وأن يسعى للسير عليها لكي لا تكون هذه الحياة لهواً ولعباً وما شابه ذلك بحيث مع نهاية حياته تروى قصة حياة هذا الإنسان بكلمات يثنى عليه فيها كان عرف الطريق عمل على طبق ذلك وصل إليه حاز ثناء أهل الدنيا وجزاء أهل الجنة وأما لا سمح الله لو لم يكن لديه خريطة أصلا مع الناس ماذا يصنعون يصنع وكيف يتحركون يتحرك وليس له أهداف محددة في هذه الحياة يلهو كما يلهو غيره ويلعب كما يلعب غيره وهكذا تنقضي حياته يوماً من الأيام أيضاً كما غيره يموت وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين من هنا ينبغي للإنسان أن يتعرف على الملهيات التي تلهيه عن هدفه وغرضه وخريطة حياته وأن يلجأ إلى المذكرات التي تذكر بغاية هذا الإنسان من الحياة وبالخريطة التي ينبغي أن يعمل عليها مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يعدد من جملة ما يذكر الأشياء التي يتخوفها على الإنسان إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل ربما لو لم يقل الإمام هذه الكلمات كنا نتوقع أن يتحدث عن الذنوب أخوف ما أخاف عليكم ارتكاب المعاصي أخوف ما أخاف عليكم الإنزلاق إلى الذنوب ترك الصلاة وما شابه ذلك لكنه هنا يقول أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل لأن من هذين منبع المعاصي المحتملة أما اتباع الهوى فيصد عن الحق في حياة الإنسان في كل خطوة من خطواته هو مخير بين أن يسلك طريق الحق أو أن يسلك طريق الباطل في السوق أمامها الطريقان في البيت مع العيال أمامها الطريقان مع الأصدقاء كذلك عينه أيضا تخيره بين الحق والباطل نظرة محرمة أو نظرة محللة لسانه وكلامه عن فلان وفلان أيضا حق وباطل سعيه ورجله وحركته أيضا هي كذلك فهذا الأمر يدخل فيه أيضا موضوع المعاصي فيخاف علينا خصلتان اتباع الهوى لأن من اتباع الهوى من الممكن أن تأتي المعصية خير نفسه بين أن يقرأ قرآن وبين نعوذ بالله يشاهد فيلما إباحيا اتباع الهوى يقول له روح ذاك الصوب واتباع عقله وإيمانه يقول له تعال إلى هذه الجهة يذكر عنده شخص بينه وبين ذلك الشخص علاقة غير ممتازة هواه يقول له اطعن فيه تكلم عنه بما يسيء إليه انشر مثالبه وصفاته السيئة في نظرك والحق يقول له لا الحق وحق أن يتبع حتى إذا كان بينك وبينه شيء من العلاقة المتشنجة قل الحق فيه اذكره بخير وهكذا سائر الأمور فأمير المؤمنين عليه السلام يقول أنا الشيء اللي أخافه أكثر من سواه أخوف على صيغة أفعل أفعل التفضيل أكثر شيء أخافه عليكم ماذا؟ اتباع الهوى والثاني طول الأمل أن الإنسان في كل قضية يعتبر الموضوع بعد وقت بعد وقت سياسة موليوم باشر مو باشر بعد اسبوع ش دعوة مستعجل زين هذه لو اتخذها الإنسان في حياته طريقة فعلا تصبح مخيفة بالنسبة له حتى في أموره الدنيوية في أموره الدنيوية تشوف الناس الفاشلون ترى الناس الفاشلين هؤلاء طريقة طول الأمل والتسويف عندهم وروح كد معيشتك انهض من الصباح بادر في أول ناء بعد وقت ش دعوة مستعجل مو اليوم بكرة شايف يعني ربما حتى في تعاملنا احنا فيما بيننا يعني بسوي لهالشغل ما يخالف مر علي بكرة تصل فيها بعد باكر خليها الجمعة مرة وحدة وبينه وبين الجمعة ثلاثة ايام وأربعة ايام هذا في الأمور الدنيوية هي عامل وفشل فكيف في الأمور الأخروية والشيطان يشتغل في قضية طول الأمل على الأمور الأخروية كثيرا طب ليش مثلا ما تستعين به الأعمال المستحبة الصدقات النفقات أعمال الخير الخدمات لآخرتك ما يخالف الساب ما بتشرد هي ولا أنا بشرد خليها على الأسبوع الجاي صلاة الليل أبدي ليلة الجمعة هو في يوم يوم الأحد يقول لك أبدي يوم الجمعة والشيطان هم يقول له مثلا أنه نعم زين ليلة الجمعة أثواب وأبرك لا الأبرك الليلة هذه الليلة بادر إليها أريد ألتزم في صلاة جماعة أو في الصلاة في المسجد ما يخالف إن شاء الله خلي شوية الجو إذا الجو بارد يقول خلي الجو شوية صير معتدل إذا الجو معتدل يقول خلي يصير بارد وهكذا حالة التسويف والتأجيل النابع من طول الأمل ليش الإنسان أجل لأنه يعتقد أنه غدا وبعد غدا وبعد شهر وبعد سنة يستطيع ذلك من يقول أنت تستطيع ذلك من الذي أعطاك وأعطاني ضمانا على أن أنا ليلة الجمعة موجود من أعطاك ضمانا ومن أعطاني ضمانا ما حد يقدر يضمن نفسه إلى بعد أسبوع بل إلى بعد يوم فأنت تعتمد على أساس هار على أساس متزلزل خلي ليلة الجمعة خلي له يوم الخميس خلي ما أدري بعد أربعة أيام من يقول أنك تبقى إلى تلك الفترة أريد أسوي شيء من الأعمال الصالحة من الإنفاقات زين خليه يطلع الراتب مالي مثلا ذاك فيه مبلغ لا بأس به إن شاء الله أسوي من يقول أنت تبقى إلى الراتب فإذا اتخذ الإنسان هذا طريقا له في حياته فعلا يخاف عليه هذا من الملهيات للإنسان من اللي يغير طريقه حياته خريطة حياته في المقابل أكو أشياء مذكرة هايلو الإنسان يروح وراها وهي كثيرة جدا نتعرض إلى بعضها بمقدار ما يتسع الوقت وبما هو تذكير أنا أذكر نفسي قبل تذكيركم ثم بحمد الله ذاكرون وأنتم ممن يرجى منهم ولهم كل خير وإنما أنا حديثي هو لنفسي تفكير كما يقولون بصوت عال أحذر في ذلك نفسي كما أكو هناك أشياء ملهية للإنسان من الملهيات النظر في أحوال أهل الدنيا العابثين اللي للأسف الشديد الأوضاع الحاضرة أصبحت تقدمها لنا على أنها النموذج الأمثل القرآن الكريم يتكلم عن قصة قارون بما أنتم تعرفونه هذه الفكرة إنه لذو حظ عظيم هذه خلل فكري وثقافي في داخل الإنسان وهي التي تجره إلى المهالك ترى مو بس قارون الآن الذين يتابعون حسابات لسناب شات والفيسبوك وتويتر وكذا وكذا كثير من من يعرضون فيها ماذا يعرضون يعرضون نفس ما كان يصنعه قارون إذا ذاك خرج عليهم في زينته هذول يعرضون غرف النوم والملابس داخلية وخارجية وسيارات آخر موديل وبعضهم حتى يعرض فلوس عندي أنا فلوس طيب هنا لما يجي الإنسان ينظر هل يقول يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون وإنه لذو حظ عظيم لو يقول لا هذا مضيء الطريق مضيء الدرب الإنسان أولا ما لازم يتفاخر وإذا أراد أن يتفاخر فليتفاخر بالأعمال الصالحة إذا أراد يتفاخر زين الصدقات العلنية صدق العلنية يحق للإنسان أن يعرضها والله مسجد عظيم مؤسسة إسلامية مستشفى لعلاج الناس مدارس غير ذلك مو حتى هو يكشخ فيها لا وإنما حتى يكون شنو داعية لغيره للقيام بهذا العمل وإلا الفخر للإنسان ما يصنع شيء بس لو أراد إنسان أن يظهر شيئا إنما يظهر ذاكه لا يظهر هذه الأمر والله أنا عندي فلوس واجد زين عندك صدقات أيضا هل عملت فيها شكرا بما يرضي الله عز وجل عندي سيارات مسطرة وبعضهم حتى قد ما تكون ملكة بس يروح يصور حتى بس مجرد فخر كاذب لو كان عنده وملكه كان غير حريا به وغير مناسب له فكيف بهذه الصورة هنا يجي الإنسان يقول إنه لذو حظ عظيم وإنسان لا شأن له بس مع ذلك مئات الآلاف يركضون وراليش لأنه صور كذا وكان عنده كذا وإلى آخره هذه فكرة إنه لذو حظ عظيم هذه أتمنى أن أقف هذا الموقف ياريت عندي هذا الأمر حلم حياتي كذا وكذا أن حصل سيارة فلان شيء هذه فكرة إنه لذو حظ عظيم ملهية يا بأ أنت غير هذا خريطة حياتك ما لازم تكون هكذا أمنياتك لا ينبغي أن تكون ضمن هذه الأمنيات طيب سعيك ما لازم يكون وراء هذا وابتغي فيما آتاك الله شنو الدار الآخرة نصيبهم ولا تنس نصيبك من الدنيا حاجة البدن البدن إلى حاجة في الطعام والشراب واللباس والنكاح والاستراحة هذا نصيب لكن الأصل كل هذه ابتغي فيها ماذا الدار الآخرة فضمن أمتع نفسك ولا تقتر عليها وعلى أهلك لكن الأصل والغرض والغاية والهدف هناك بس الإنسان أحياناً يغفل عن ذلك ما الذي يجعله يستيقظ من هذه الغفلة ما الذي يذكره أمور كثيرة منها ما ورد فيه الأدعية الشريفة واستفرغ أيامي فيما خلقتني له استفرغ يعني خلي كل أوقاتي في هذا بحيث ما يصير عندي فراغ وهذا يقدر الإنسان يسويها بالإضافة إلى أموره الدنيوية يخلي باقي وقته ما عنده فراغ إن فرغت يده عمل فيها عملاً صالحاً إن فرغ لسانه ذكر الله في ذلك إن فرغ في جهة الذهن يفكر في أمور الخير وعلى المعدل استفرغ أيامي فيما خلقتني له أن يطمح الإنسان دائماً لأن يكون كل وقته مشهولاً ب ما خلق له ما خلقت له ما هو هل هذه الحياة الدنيا كلا هل خلقت لأجل أن تأكل كلا لأجل أن تلبس اللباس وتركب السيارة وتجلس الجلسات الكذائية هذا خلقت له أو لا خلقت لأجل شيء آخر لعبادة الله عز وجل فخلي كل شغلك متوجه إلى هذا بعد وأعني بالبكاء على نفسي أعني بالبكاء على نفسي إحنا كثير نبكي نبكي على سادات أهل البيت عليه السلام ونعم ما نصنع نبكي على قريب وصديق رحل من هذه الدنيا ونعم ما نصنع يحتاج الإنسان أن يعلم نفسه كيف يبكي على نفسه ليش لأن أنت تبكي لصديق وقريب لأنه عزيز عليك عزيز عليك فتبكي عليك هل هناك أعز عليك من نفسك ماكو أعز عليك من نفسك أعز الأنفس على الإنسان نفسه هذه النفس لازم الإنسان يبكي عليها لأنها مهددة بأن تكون معذبة بأن تكون نعوذ بالله طعمة النيران يحتاج أن يبكي عليها واعني بالبكاء على ليش قل فقد أفنيت بالتسويف والآمال عمري وقد نزلت منزلة الآيسين من خيري أنا هاي التسويف آمال إن شاء الله وبعدين خلينا نكبر شوية بعدنا في ميعة الشباب خلي بعد فترة من الزمان هاي التسويف والآمال أفنى الإنسان بها عمره وقد نزلت منزلة الآيسين من خيري لكثرة ما يهمل الإنسان عمل الصالح ويغفل عن وينشغل بما هو ليس كذلك لو واحد ثاني قاعد يؤد به يأس منه يقول أنا تعبت وياك كل ما أنصحك هذا الإنسان وينفسه لو يفكر هكذا نوش قد وعده وأخلف شقد حاوله وتراجع شقد غفله ووقع إلى الدرجة للإنسان لو كان ينبغي أن ييأس ليأس على أن الإنسان لابد أن لا ييأس من نفسه فهذا أيضا من المذكرات أن الإنسان في بعض الحالات يحتاج إلى أن يفكر في أمره في عمره في نهاية شأنه في نهاية عمره إلى أين يصل وأخيرا وننهي به الحديث حتى لا نطيل عليكم بالمواضع التي تذكر الإنسان ومن أهمها زيارة القبور زيارة المقابر زيارة المراقد واحد وهي في الدرجة العالية ثم بعد ذلك زيارة القبور أن الإنسان بين فترة وأخرى يمر على هذه المقابر وينتقل أيضا أخير بعض أحيانا الإنسان يزور القبرة وهو غافل ونساها يشيع بس عنده الجوال قاعد يشوف البورصة وين وصلت والأسهم شقد وأنه لازم يحول هالمبلغ على ذاك الشخص ويسددها الفاتورة وعلى الأقل هاللحظات هذه الإنسان يحتاج أن يكون متوجه كنا قبل أيام في تشييع المرحوم الشيخ علي رضوان الله تعالى عليه وحقيقة الإنسان يعني في هذا عبرة لعله أنا لا أعتقد يعني في هالجو الذي نعيش فيه لو ذكرته لأحد سيذمه بشيء ما أعتقد هذا لطيبة نفسه ولحسن أخلاقه ولصفاء قلبه زين جاء سليما إلى هذه الدنيا ومضى سليما رحمه الله بعد ما خلصنا يعني الدفن ده أرجع شفت الناس كل هدا يرجعون رن في خاطري كلمة أمير المؤمنين عليه السلام حتى إذا انصرف المشيع ورجع المتفجع ما يبقون خذوا لي إيش قد كانوا ناس حاضرين زين من مشايخ من وجهاء من شباب من صغار من كبار من أقارب بس هؤلاء ما يبقون خلص بعد حتى إذا انصرف المشيع يقول أمير المؤمنين عليه السلام ورجع المتفجع الأب اللي انكسر رهر عليهم يرجع ما يبقى بعد هناك الأخ الحزين المتفجع عليه ما يبقى هناك حتى إذا انصرف المشيع ورجع المتفجع خلص كلهم راحوا على اختلاف فد إنسان عنده كمية الحزن تسعين وإنسان آخر كمية الحزن عشرة بس كل واحد بعد يروح إلى شنو حياته العادية أنت وأنا نفس الشي غدا اللي يحصل ماذا وانصرف حتى إذا انصرف المشيع ورجع المتفجع أقعد يعني المتوفى أقعد نجيا لبهتة السؤال تعبيرات الإمام جدا تعبيرات دقيقة مو هو يقعد قعدوه خلاص هو لا حول له ولا قول يا به هذا ميت لا يستطيع أن يسمع لا يسمعوه ما يقدر يتكلم خلوه يتكلم لا حول له ولا قوة شلون الإنسان شلون الآلة بالريموت كنترول تتحرك هناك هم شيء من هذا القبيل أقعد نجيا النجي واحد يسمع النجوة كل قريب أقعد نجيا لبهتة السؤال وعثرة الامتحان سؤالها موسهل يبهت امتحانها معادي في عثرة بعدين يقول الإمام بعد أوصاف أخرى الحمد لله لا تنطبق على ما على من شيعناه وأعظم من ذلك زفرة الجحيم و و إلى آخره بس الإنسان إذا راح إلى المقبرة وشاف آخر شهي هاي عركة الناس على هذه ميراث وعركة وإصعد وإنزل وسب ومحكمة وإلى آخره تالي آخر شهو هذا الإنسان جو هذا التراب و أحقاد ويا هذا عداوات ويا هذاك حلال حرام مشتبه قوم أقعد سب هذا اشتم هذا آخر جوه هذا مكان الإنسان أقعد نجيا لبهتة السؤال وعثرة الامتحان إذا الإنسان يروح إلى هذه الأماكن ويوجه قلبه فعلا إلى ما يحصل الحمد لله كثير من المؤمنين يروحون إلى المقابر زورون قبور أقاربهم ونعمة ما يصنعون بعض اللي يجيب مي ويرش عليه ما أدرك الزين هذا كله أفضل من كل ذلك أن يعتبر الإنسان بحال من جاء إليه هذا جد كان روح وجي وصول وجول وأنس ومرح وحياة أصلا كان يعيش فيها وين الآن ابتهى أمره أنا وأنت اليوم نشيع وغدا نشيع اليوم نذكره وغدا نذكر عند آخرين فشوف الإنسان كيف يذكر عند الآخرين ما هي قصته في الحياة حتى يذكر بذكر كيف يذكر فهذه من المذكرات مثل وأن يحسن خواتمنا برحمته إنه أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين